إلى الرياضة ذهبوا ويلتحقوا بنا عدل بطي وعدل بطي عضو فريق في المرمى وهو شارك كثير في إجراء قرعات لبطولات مختلفة عدل حياك يا الله يعني هذه قرعة غريبة طبعا هو محاكاة لدوي أبطال أوروبا الذي سينطلق هذا الموسم نفس النظام بالضبط مع فارق العدد في البطولة أنت تشوف النظام يحمس مثير ولا تشوف أنه حظ يعني أنا ممكن ألعب أربع مرات سهلة خارجة رضي واللعب القويات كلهم على أرضي ممكن أولا أحييك خيب التاري وأحيي مشاهدي العربية أحلى وسهلة أنا دائما أشوف أي عمل الإيجابيات أكثر أو السلبيات أنا أشوف هنا السلبيات طاغية بشكل كبير على ذلك عاطني المثال الملاحظات أي مثال أولا أنت قلت القرعة قبل شوية لو شفت أن السعودية وقطر وكوريا واليابان والصين هذولا كل يعني عندهم ثلاث فرق في المجموعة بمعنى أن القرعة اللي بتصير بس عشان يشوفون وين بيلعبون هي قرعة من تسعة فرق يعني قصتي أنت فهمت قصتي اللي هو ثمانية يعني 12 فريق أنت بتطلع ثلاث فرق صار القرعة على واحد يبيلعب مباراة يعني بيعرف بس وين يبيلعب هذه النقطة النقطة الأولى السلبية النقطة الثانية بالتال كنت أتمنى التطرق لنفس النظام أكيد في النظام موجودة لكن في التقرير الأخير هذا ما وضع اللي هو الأول مع الثامن يبيلعب بعدما تطلع يبسي الأول مع الثامن والثاني مع السابع وهذه مني بنقطة في رأيي جوهرية أهم نقطة بالنسبة لي الحين الهدف إيش واضح أن الهدف تسويق وزيادة مداخل السلبية فيها أن الفرق اللي تحت ما رح تتطور خلاص أول الهدف بتال أنا أعطيك مثال فيها في السابق اللي قلت أنت قبل شوي 32 فريق تعرف كم يلعبون من المباراة ولا في خروج مغلوب وعادة خروج المغلوب في مادة الإدارة والتنظيم يا حبايبنا في الاتحاد لا سوية وحتى في الاتحاد السعودي خروج المغلوب ليس بالضرورة أن يوضح الأفضل سابقا كانوا يلعبون 14 مباراة اللي هم مين البطل والوصيف يلعبون 14 مباراة ولا فيه ولا مباراة خروج مغلوب اليوم بتال تصور أهم مرحلة اللي هي ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي خروج مغلوب بينما كل الأدوار السابقة ما فيها خروج مغلوب يعني ما فيه شيء اسمه أو نظام غريب صراحة أو تطوير هذه الحقيقة